نذهب الآن إلى بيروت من هناك موفدة الحدث كريستيان بيساري كريستيان ووصل وزير خارجية فرنسا إلى بيروت نعم بالفعل وصل منذ حوالي الساعة وكان في استقباله وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في راس الأبيض من المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي غدا رئيس مجلس النواب نبيه برري أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون وأيضا البطريارك الراعي وسيكون له مؤتمرا صحفيا عند الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت بيروت ولكن مبروك بحسب مصادرنا على ما يبدو لا تفاؤل بإمكانية أن يحقق الفرنسي أي خرق يعني كان الرئيس ميقاتي في نيويورك وقام باتصالات واجتماعات مع الكثير من القيادات الدولية على ما يبدو هناك يعني عدم تعويل على الدور الذي يمكن أن يلعبه الفرنسي في هذه الأزمة باعتبار أن من يمكن أن يقوم بهذا الدور حقيقة ويحقق خرقا هو الأمريكي والأمريكيون غير مستعجلين على ذلك مصادرنا أيضا قالت بأن هناك اتجاه لديهم لجعل الإسرائيليين ينهون ما يقومون به حاليا ينهون العمل وبالتالي هذه لو أخذنا كل هذه المعطيات مجتمعة يمكن القول بأنه لا حل سياسي أو ديبلوماسي يلوح في الأفق في الفترة القادمة الإسرائيل مسمر بما يقوم به الأمريكي يدعه يقوم بالعمل إذا صح التعبير والدول الأخرى أصلا غير مؤثرة ولا يمكن أن تفرد على إسرائيل أي حل مع العلم بأنه كان هناك وساطات من قبل الرئيس السيسي وأيضا من قبل الجانب القطري هناك اتصالات مع رئيس نجيب ميقاتي من أجل العمل على وقف لإطلاق النار رئيس ما تتم ترتيبات أخرى تقود إلى تطبيق القرار 1701 من كل الجهات ولكن لا يبدو أن أي من هذه المساعي يمكن أن تكون مسمرة في الظروف الرهنة